حيانا معايا ضيفي على الهاتف الدكتور عبد النبي عبد المطلب أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الاقتصاد الدولي دكتور عبد النبي أهلا بك معانا في إيه الحكاية أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يا دكتور دكتور في البداية خليني أتكلم عن ماذا قوم به الحكومة من فكرة التطمينات الكثيرة جدا اللي بتقدمها للمصريين وأن الحياة في مصر أكيد هتتغير وأن الأسعار لابد أنها ستنخفض وستعود كما كانت عليه يعني قبل الأزمة الاقتصادية الطحنة اللي حصلت فيه الفترة اللي فاتت لكن في المقابل المواطن المصري الأسعار مرتفع عليه الخدمات مرتفع عليه دخلوا بيتناقص كل يوم السؤال عشان ما قطلش على حضرتك هل فعلا مشروعات رأس الحكمة كفيلة أنها تعيد الوضع الاقتصادي لمصر كما كانت عليه من قبل؟ خلينا برضو نتكلم أن احنا نتكلم في دوء ما تم الإعلان عنه يعني نتكلم عن مشروع تم الإعلان عنه وتم الإعلان عنه من جانب الحكومة يعني أنا شخصيا مستقرر أني ما غيرنش فيه أي نوع من أنواع المناقشات في البرلمان أو بحث الموضوع من قبل نواب الشعب أنت عارفة المناقشات دي كانت ممكن توضح لنا جزء من المسألة يعني فيه الموضوع بالضبط فأي حد يتكلم على موضوع رأس الحكمة وأثره المستقبلي على الاقتصاد هيتكلم على دوء ما تم نشره من بيانات لكن مبدئيا مثل هذه المشاريع بيكون يعني أنا في اعتقادي أن لها بعدين زمنيين بعد قصير وده مثلا خاص بقى بالشق النغض يعني أثره هيبان في ثلاث شهور أنه هو عند وصول التضفقات الدولارية المتم حيث عنها وتكلمه في حوالي عشرة مليار دولار سيتم ضفتهم إلى البنك المركزي المصر أنا في اعتقادي أن لو هذه الضفقات وصلت بالفعل إلى البنك المركزي المصري مفترض أن أثرها على سعر دولار في السوق الموازية يبان يعني يعود الفرق ما بين سعر السوق الموازية وما بين السعر الرسمي بنتكلم في جنيه أو في 2 جنيه لكن نعمد أحب أن أتكلم في فرق 20 جنيه يعني السوق لم يستجب أو لم يعني هذه التطمينات لم تصل إلى السوق المجدي بشكل حقيقي ولذلك لم ينخفض الدولار بشكل كبير بالتالي بقى هل الأسعار هتعود إلى حالها قبل الأزمة أعتقد أن احنا كلنا فاكرين عن 2016 و2017 و2018 وكنا كلنا برضو منتظرين أن الأسعار التي ضعفت مرتين تعود إلى طبق عادة فهل الأسعار انخفضت لكن قليلا يعني وصلنا إلى مستوى من الأسعار لا هو ما قبل الأزمة ولا هو أسعار الأزمة لكن ظلت الأسعار المصرية بتعيني وأنا فأتقادي أنه هو ده السيناريو الذي سيتقرر خلال هذه الأزمة أيضا يعني هل طب أنا أسأل حضرتك برضو بعض الأسئلة اللي ممكن يعني تكون الناس كلها بتتحدث فيها أنا أنا كمواطن مصري أنا كمواطن خليني أتكلم بلسان المواطن المصري البسيط أنا كمواطن لكنت السبب في أن أجبر الحكومة أنها تاخد قروض لصرفها على بعض المشاريع الغير يعني اللي ملهاش الحقيقة عائد حقيقي ملموس للبلد والآن الحكومة بتبيع من أصول البلد عشان تقدر أنها تحصل على الأموال اللي تسدد بيها القروض اللي أخدتها والأسعار عمالة بتزيد علي فهل فعلا التخلص من الأصول اللي موجودة في البلد ممكن يعود على المواطن بأي نفع خير خلينا برضو نتكلم لنفذ حتى أن هو عاد على المواطن طب وماذا بشكل الأجيال القادمة يعني المفترض أننا بنبني وبنعمل قلاعة صناعية وبنسلسلح أراضي نصح من أجلنا لكن الجزء أساس كلنا بنعمل من أجل الأجيال القادمة فإذا كانت الأصول الحالية هتحل أزمة آنية إذا إحنا بندي يعني مثلا يعني طب ماذا بشكل الأجيال القادمة أدفع إلى ذلك أن الأصول دي مش أشياء يعني مش محاصيل بتتغرع وتسمر كل موسم أو مش إنتاج بيطلع كل موسم لا دا أنت بتبيع قفل وانتهت الصلة دي وانقطع العائد منه سواء الزهد إلى الموازنة العامة أو حتى العائد على المواصل تبيع الأصول أنت يعني يعني أنا أسف في التجبيه يعني بجيز بحيل الدجاجة التي دا حصلنا منها على إفتارتنا كل يوم آه هوجد دجاجة أخرى زي ما في حديث الآن عن أن في رأس جميلة هيتم باعها للمملكة العربية السعودية أو أن هدخل بقى على رأس البر هي الرأس اللي لسه فضلة عندي وبعدين 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 محنا بنقول أن طب من نهاية يعني هل هو الحل ده هيحل زي ما احنا بنقول يعمل تنمية صادية حقيقية تولي الدخول تعود بالنفع زي ما حضرتك بتقولي على المواطن في الفترة الحالية ثم على رجال القادمة ثم يعني ينقل مصر إلى مرحلة حضرية كان من المفترض أنها تسمى منذ فترة طويلة هو ده السؤال اللي يجب أن ينسأل يعني لكن لما احنا بنقول برضو آسف في استقضام النظر بنحل أزمة لا طب وماذا بعد يعني حضرتك بتتطفق معايا في أن مشروع رأس الحكمة أو غيره من الحلول السريعة المؤقتة هو ممكن يساهم في حال حالة الأزمة لكن لا يقضي عليها بالذات كتب يعني عندنا في عام 2016 أنا متذكر لما كنا بنقول احنا ماشيين في الطريق الغلط الكل كان بيقول لا صندوق النقد جراح مهر وإنه يقدر يشخص المرض وإنه عشان يعني المريض يشفى لازم يتقبل العلاج الجراحي ولازم يتقبل الدواء المر طب في الله احنا خرجنا من قرد من صندوق النجد الدولي أو من اتفاق مع صندوق النجد الدولي إلى اتفاق آخر فضعنا يعني ايه اللي ممكن يخلي اللي الأحداث في عام 2024 أو 2025 تكون مختلفة عن الأحداث في عام 16 17 19 صحيح نفس الأفعال طبيعيا تكون نفس النتائج نفس النتائج يعني ده كلام لوجيك يعني طب لو سألت حضرتك ايه اللي تقدر تقوم به الحكومة المصرية في الوقت الحالي لمحاولة القضاء على الأزمة الاقتصادية خلينا بس نقول يعني يعني هل هناك بالفعل أزمة صادية يعني هما بيتكلموا على أني موجود أزمة شح دولار طب يا سيدي انتم كان عندكم نظام اللي هو مستردات التحصيل وكنتم بتفرجوا بيها على المستردات الانتاج والخمات والسلع وكانت العجلة الانتاج ما تقمت ارجع للنظام ده ويسيب المستورد المصري مع المصدر له من الخارج من خلال نوع من ألواع المعاملات اللي قدروا يتفقوا عليها وخليك انت كدولة دولة راعي يعني ليه بقى اللي احنا بنقول لن نفرج على السلع إلا لما تستوفي الشروط اللي هي أن المستورد يفدي التمن البضاعة بالكامل للمورد ويأتي بما يفيد أن المورد استلم الأموال وبشار أن يقوم البنك المركزي أو الجهاز المطرف المصري بعملات التحويل كما هو القرار كده أنت بتشيره بقى من إيد المستورد وإيد المورد وبتحطه في البنك المركزي والبنك المركزي بيقول لك أنا معرضيش دولارات طب يفدي الاحتياطي النقضي اللي انتك جايبه منه وزائع وبتدفع عليه فوائد وبتدفع عليه الرسوم انت سايبه إيه يعني كده حطوا سند مدارك أنك تتسند عليه يعني بتدفع فوائد لمجرد أنك أنت تقول أمام العالم أو أمام صندوق النقض الدولي أن أنا عندي احتياطي نقضي بيغطي ستة أشهر واردات وده بيبجييني قوة في المؤشرات موضوع دي إذا احنا عندنا حصل إدارة للمورد الموجود أنا عندي صحيح بيقول لك دي ودائع من طاقة اللي احنا نقرب لها وهي من أجل تقوية الاحتياط تد يا سيدي يعني هنصيب الدنيا وقفة بالشكل ده كده وانت عايز تعمل تنينية ازاي يعني المصانع النهاردة كل بيتكلم بيقول المصانع بتعمل بأقل من نصف طاقة طابلة لعدد توفر الخامات ولا متنزمات الانتاج لما بيجي بتتكلم على الأسعار البيض يعني أنا آسف إن احنا بننزل لكن هو ده شيء مهم جدا اللي كان فطار المطريين أو الطلبة اللي راحين المدارس أو الكليات النهاردة أصبح من ربع المستحنات يعني يعني النهاردة لما بيجي بنقول إن الأسعار ارتفعت دعنا كتف أخطاء سياسات فيبقى احنا عندنا محاولة محاولة على الأقل للقضاء على أصل هذه السياسات خلي عجلة الخط تمشي وفر للمصانع مص onzeم bathroom الانتاج وفر لها الخامات أول ما عاجز تدور مؤكد المساكل أخرى هتتحلف الطريق لكن أنت يعني آفل آفل الخامات ومسonte إلى الانتاج طب أعايز اللي للمصانع تنتاج إلى الزان يعني كده دكتور أول حاجة تعملها الحكومة تفرج على الخامات ومصدانات الانتاج بدون شرط أو خيض على الإطلاق وتبدأ هتخلي المطانعة تشتخل؟ طب هنا في نقطتين يعني افهم من كلام حضرتك انك بتقول ان احنا ما عندناش ازمة اقتصادية لكن احنا عندنا شح في العملة الصعبة هل انا فهمت صح؟ والله احنا ما عندناش ازمة اقتصادية لكن عندنا ازمة ادارة يعني هو ده اللي موجود عندنا اه ازمة ادارة اه لكن النهاردة انت ازاي بتقول انا عندي اربعة وثلاثين مليار دولار احتياطي نقضي لله ما يزيد عن خمسة وعشرين مليار دولار اموال سائلة وانت النهاردة لما تجي بتتكلم على ايه لك انت اللي محتاج عليه للافراج للمواد الخام وغيره بتتكلم في ثلاثة او اربعة مليار دولار يعني طب انت لكن ستة وعشرين مليار دولار دولك ليه ما بتستخدمهمش في الافراج وازال نقضي في سياسات خطأة تستمر حاليا يعني بعد كم يوم في فبراير ده وانت بتتكلم في سنتين كاملتين سياسة خطأ وانت اعترفت انها سياسة خطأ وغيرت او يعني استقار على اطراق قريعة محافظة البنك المركزي طب كيف لم يتم يعني تغيير هذه السياسات الخطأة خلال عامين كان من ايه ما هو هنا برضو لازم البحثة بنسأل المشكلة بقى مش مشكلة شرح موارد لكن سوق ادارة هذه الموارد حسب ما اعلنت الحكومة عن تفاصيل الصفقة ان فيه 11 مليار دولار ودي كانت الودائع الامراطية اللي موجودة لدى البنك المركزي هيتم تغييرها حسب سعر الدولار او السعر الرسمي للدولار اللي يتم الاستفادة بها ليه الحكومة ما بتستخدمش من هذه المليارات للافراج عن المستلزمات والسلع اللي موجودة في المواني خصوصا ان احنا سمعنا اكتر من مرة ان محتاجين 7 مليار طب ما الفلوس موجودة ليه ما بتستخدمهاش انا 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 كان في البداية كان كانني بالشكل دا كده انت نهاردة بطولة سنة عندي تعاوض ان انا ما اعرفش للأحتياطي واني حركة الأحتياطي يعني كل شهر صندوق النادي بيراجع بعض البيانات من خلال المراجعات وانا ما عنديش السعدات ادي فرصة للصندوق لكن في النهاية انت بعطل عجلة الانتاج عسان تبقى بص محافظ على الشكل العام وعلى المؤشرات اللي موجودة عندك تبقى بعدين يعني بص قصة ذاتنا هم كانوا معتقدين ان صندوق المجد الدولي سيقبل مجموعة من التعهدات كما حصل في 2016 2016 واشنا كنا بنقول المزلة كانت مختلفة على الإطلاق صندوق المجد يعني عامل كوارث في الارجنتين وفي البرازيل وغيره من الدول العرب وفي اليونان كان عنده كارثة فكان هو عين يدور على نموذج يقول ان روشيتس السندوق نجحت وكان مصر بالنسبانه يعني هو على استعداد انه يفعل اي شيء مقابل ان كان جاحت تجربته مع مصر واذا ما هنا عارفين برضو الاوضاع في مصر مختلفة يعني المصريين ما بيسروش بسهولة فبدأ يقبل تعهدات الحكومة على انها انجازات والمهم افرج عن القرد او الشرائح اللي كان متفق عليها بعد كده جات كورونا فبدأ يعني يعمل توزيعات وده قرد اضافي يعني كان فيه انك مجموعة من التضافقات الدولارية اللي استمرت من 2017 لحد 2019 بشكل مستمر هذه الفترة احنا اصبح علينا ديون واجمة السداد لصندوق النقد الدولي فما كانش ممكن انه هيدي قروب جديدة او يعني يتساهل الا لما كنا دي تأكيدات بان الاقتصاد المصري سوف يسير حسب الخطة اللي يراها هو مستنين وده مسبب يعني افتلاف كبير في وجهات النظر ما بين الحكومة المصرية وبين ادارة الصندوق والحد النهاردة على فترة اللي احنا بسمعه ده برضو كله تسريبات يعني اللي بيقول ان المراجعات تمت يا زيني طب لما المراجعات تمت مما تمت الافراج على الشريحة التانية والتالتة واللي بيقول ان لا ده القرد هيزيد ممكن يبقى 7 مليار وممكن يبقى 10 مليار وفيه حتى كلام قال انه هو 10 مليار طب فين بقى التطبيق ده على الارض تصريحات من اعلى المستويات سواء من ادارة الصندوق مدير عام الصندوق نفسه او حتى على مستوى الحكومة المصرية والصبراء المصريين لكن لما بيجي بالنص للتطبيق على الارض للأسر في الشديد بيجيش شيء حيث هسأل حضرتك سؤال اخر طبعا احنا الفترة اللي فاتت وبسبب قرارات الحكومة الخاطئة والقرارات المالية الخاطئة اللي تم اتخاذها في بعض القطاعات اللي لجأت الى انها توفر الدولار اللي بتستخدمه في التجارة الخاصة بيها وفي صناعاتها الخاصة بيها من السوق السوداء لان طبعا كان البنك ما عندوش الدولار اللي يديه وكنا في وقت من الاوقات حسب موقع انفستنج الخاص بي كان بيتحدث عن العملات وقال ان الدولار بيسعر في مصر باكتر من سعر واكيد حضرتك اطلعت على فكرة الدهب كان بكام سعر الدولار في سوق الدهب في سوق الحديد في السيارات وما شابه النهاردة الدولار انخفض انخفض تقريبا على حسب اخر اسعاره من 65 ل63 او من 63 ل53 فقط حوالي 10 جنيه من امتداء الدولار لكن انا عندي قطعات اشترت الدولار بالفعل وهو بهذا السعر والنهاردة هيعمله ايه النهاردة التجار دول وتحديدا مثلا بتوع قطع غير السيارات اللي استورده قطع غير سيارات من الخارج وفي الطريق اللي انها تيجي مصر على سعر الدولار وهو ب63 مثلا دول عاملين ازمة وبطوع شعبة قطع غير السيارات بيطلبوا الحكومة انها تأجل اي قرار اقتصادي خاص بتخفيض اسعار السلع لغاية لما يقدروا ان هما يعني يتجاوزوا جزء من الخسارة اللي اصبحوا هما بيعانوا منها طبعا انا ضد الكلام ده تماما يعني اي فرصة ان احنا ننزل جنيه واحد في اي سلعة الناس طبعا اولى بيها لكن كمان دي خسارة كبيرة خسارة بنتكلم في اسعار الحديد خسارة بنتكلم في السيارات قطع غير السيارات وغيره وغيره من السلع ومن القطعات رأيي حضرتك ايه طب خليني بقى يعني انا اسف افعل انا السؤال اه هي الحكومة بتمتلك القدرة على تخفيض اسعار اي سلعة يعني انت كانت الحكومة اللي هي يعني المنتج والموزع الاساسي للسكر في مصر غير قادرة على انها توفروا للمسانكين وحنا على سعر رمضان توفروا باي سعر ان كان مش هقول بالسعر اللي هو يعني مش هقول بالسعر السلعة التنمونية اللي هو اتنصر جنيه ونصر بالسعر اللي هو اتنصر جنيه ونصر الحكومة سادرة توفر السكر اللي هو في ايديها في المخزنة هنقول ان الحكومة القادرة انها في سعر قطع الزيار وسعر السيارات والسعر المواد الجزائية ده الكلام ده مستحيل ده ده انا 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 معرفش الكلام ده بيتقالل ازاي الحكومة لا او الدولة لا دفنة لها بالاطعار الا على مجموعة السلعة محدودة الوقود الطاقة والسلعة داخل المنظومة التنمونية غير كده هي ما تتدرش تحط لا تسعير لا جبرية ولا تسعيرها استرشادية ولا تقدر حتى تعمل قضايا للتجار اللي بيبيعه وبافعار مغالا فيها كل اللي بيبيعه انها تصادر البضائع اللي اللي هو بيتم تخزينها بغلال تحطيش السوق او تعمل اضايا لتاجر بيبيع سلعة باكثر من السعر اللي مخصوص عليها غير كده الدولة لا تملك التدقل في الاسعار على الاطلاع يعني الحديث عن ان الاسعار هتنخفض في الايام القليلة المقبلة ده ده بيع وهم للناس خلينا نقول هي دي اول مرة ده بالعكس ده الكلام انا بحاول اكون حسنة النية معاهم بس والله انا بقول انا 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 الاسعار اللي ما بعرفش اجاوب عليها بقول ناخد نموذج من اللي كان موجود صحيح قزمة الدولار دي ازا ما حدريك بتقوليه بدأت لما رئيس الوزراء قعد مع مجموعة من السجار وقال لهم احنا محتاجين نخفض اتعار سبع سلع اللي هي السبع السلع الجزائية الاسفية كانوا بتكلموا على السكر والرز والعس والفول والزيوت طب النتجة ايه اللي حصل اركبها اتعار سلعس بساكل جديد يعني يعني لو كانوا سابوها باسعارها ساعتها ممكن كان احسر الفول اللي كان ساعتها بيتباع بثمانية وتلاتين جنيه حصل اه قبل كده ما انا بقول لحدك مش فاكرين مبادر التخفيض السلع الجزائية حضرتك وتكلمنا في الموضوع ده قبل كده صحيح ما بنقول النتيجة طب ايه اللي حصل يعني اتخاذ الدولة لمبادرة من اجل التخفيض بنتكلم في سبع سلع سلع بلهم سلعة تم اختفاءها على الاطلاق السكر وبيض الشيء اللي هو العامل او الشغيل الصبح بيسربها النهاردة بقت يعني ممكنة وغير ممكنة طيب لو هقول لحضرتك نصيحة تقدمها للناس اللي حاولت انها تحفظ اموالها في عملات معدنية زي الدهب والنهاردة حاسين انهم بيخسروا حضرتك تقول لهم ايه لا لا ما فيه الكلام ده مش موجود الدهب هو الاشكام في ايه ان هو بيحاول يغالي في خيمة ما حصل عليه لكن الدهب في كل المقاييس هو منظر حقيقة للقيمة العقارات تحت كل الظروف هي منظر حقيقة للقيمة لكن الفرق هنا ما ليس بتتكلم عليهم اللي خسروا جزء من اموالهم هم المضاربين يعني هو كان بيشتري الدهب على امل ان هو يبيع ثم يشتري ثم يبيع ده تاجر بقى ده ما يبقاش حد بيدور على انه يحفظ اموال ده حد بيتاجر والتجارة زي ما بتحصل فيها خسائي الارباح لازم تتقبل فيها الخسائي لكن اللي هو محتفظ بالاموال في صور الدهب لا هو يحفظ عليها حتى رغم انخفاض في الاسعار واللي استثمرها في شكل عقالات هو يحفظ عليها حتى لو يخفض الاسعار لكن المضارب لا ده يعني الارباح بتأتي على المخاطرة فهو يجب ان يقبل الخسارة كما يقبل الربح دكتور عبد النبي عبد المطلب استاذ الاقتصاد السياسي وخبير الاقتصاد الدولي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مدخلتك معنا مرة تانية بوجه شكري للدكتور عبد النبي عبد المطلب